السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسنا جديد إذا كنتوا للمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد العديد من التعلمين اللغة الإنجليزية يجدون صعوبة في تشكيل جملة إنجليزية ويقعون في الكثير من الأخطاء في هذا الفيديو نتعلم طريقة سهلة وبسيطة كيف أترجم أفكاري من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية طبعا إدرت أن أكتب جملة إنجليزية بالتالي أستطيع أن أتحدث بهذه الجملة تابع معايا هذا الفيديو هناك الكثير من الملاحظات التي تفيدنا في تشكيل الجملة الإنجليزية كتابة وحديثة نلاحظ هذا الجمل نحاول أن ترجمها من اللغة العربية للغة الإنجليزية لابد أن أمارس اللغة الإنجليزية بشكل يومي يمكنني أن أقفز مثل ضفداء هناك حشرة علي دعنا نحاول ثانية نبدأ بأول جملة The first one ممكن نقول The first one يعني الجملة الأولى أو The first sentence لابد أن يأتي الشخص يشوف لابد أن هنا بيقع مطاب كيف أقول لابد أن قبل أن نبدأ يجب أن نعرف الجملة الإنجليزية تبدأ بـ subject الفاعل verb الفاعل وعدنا compliment تكملة الجملة يلازم أبدأ بفاعل وفعل وتكملة الجملة هذه أي جملة إنجليزية نأتي نشوف الفاعل منه لابد أن أمارس من نسأل سؤال هو من الذي يجب أن يمارس أنا معاته أبدأ جملة بـ I لازم أعرف الفاعل كما قلنا بداية الجملة فاعل وفعل وتكملة الجملة لابد أن أمارس كما قلنا من الذي يمارس أنا إذن أبدأ جملة بـ I مرارا وانتكرارا أخبرتكم إذن يجب تعلم الضمار بحالة الفاعل I, he, she, it, we, you, they لأن أي جملة إنجليزية كما قلنا تبدو بالفاعل الفاعل إما يكون ضمير أحد هذه الضمار أو يكون اسم محمد ميري وهكذا إذن I هذا الفاعل نأتي نقول لابد أن ما معنى لابد أن أمارس يعني يجب أن أمارس ينبغي أن أمارس إذن فكر بهذه الطريقة ما أوقف خلاص لابد أن وخلاص صارت الجملة صعب عندي لابد أن بمعنى ينبغي أن يجب أن باللغة الإنجليزية كيف أقول يجب؟ أستخدم have to بهذا الشكل I have to إذن صارت يجب علي أن أو ينبغي علي أن to هي بمعنى أن أصبحت have to يجب وتو نترجمها أن يجب أن يعني لابد أن خلاص من هذا الجزء عرفنا الفاعل subject بعدين عدنا the verb إحنا نسميه model verb إذن فعل ناقص هل نستطيع أن أقول I have to يجب أن يجب أن ماذا؟ لابد أن كما قلنا يجب أن الآن أمارس يجي يقول أمارس ما معنى أمارس؟ كيف أمارس؟ إذن أتمرن إذن نحول دائما الكلمة أعطيها معنى بالعربي أمارس يعني أتمرن يعني أتدرب إذن صارت سهلة يتدرب يتمرن ما هي كلمة practice practice معنى يتمرن أو يتدرب أصبحت لابد أن أمارس يعني لابد أن أتمرن لابد أن أتدرب I have to practice اللغة الإنجليزية مباشرة أعرف English لكن نعرف دائما languages اللغات أو نسميها nationality جنسية يكون أستخدم capital letter حرف كبير إذن English بشكل يومي يجي ترجم يقول بشكل يومي أوكي يوم أعرف دين طيب بشكل كيف بصير يدخل بمطب لا بشكل يومي يعني يوميا يعني كل يوم نفس الطريقة إذن فكر بهذا الطريقة يعني أشوف الجملة باللغة العربية ووقف لا الكلمة أربطها بكلمة أخرى بشكل يومي كل يوم يوميا نفس المعنى إذن خلص كل يوم كل نعرفها every يوم day أصبحت every day بشكل يومي ممكن نقول day يوم يوميا فقط نقلب يوميا مثل عندنا month شهر فقط عندما أضيف ly تصبح شهريا يعني شكل شهري monthly عندنا كلمة year سنة yearly سنويا يعني شكل سنوي week أسبوع أيضا أضيف y تصبح weekly بشكل أسبوعي أو كل أسبوع أو أسبوعيا إذا نفكر دائما بهالطريقة هذه إذا أصبح جملتنا لابد أن أمارس اللغة الإنجليزية بشكل يومي I have to practice English every day أيضا الجمل بعيد يمكنني أن أقفز مثل ضفداء إذا لا نقول الضفداء ضفداء ممكن شخص يقول استاذة الحين بالإنجليزي ما نقول فقط هذا الجمل أو بالعربي الفكرة ليست في هذه الطريقة الفكرة أغير بين الفاعل أغير بين المفعول به وهكذا إذن الهدف لو أفكر بشكل حارفي أضع مرادف للكلمة اللغة العربية ماذا يقابلها بتكون علي المور أسهل الجملة هذه كما قلنا نريد الفاعل يمكنني الفاعل منه أنا يمكنني هو من أنا إذن أضع I يشاهد يمكنني تصبح عليه صعبة يمكنني أن خلاص أعرف ماذا يعني يمكن أو يستطيع كان خلاص صارت I كان بمعنى يمكنني أو باستطاعتي لاحظ أن بالجملة الأولى استخدمنا تو بمعنى أن وأيضاً هاف بمعنى يملك أو يتناول أو يشرب لكن هاف تو بمعنى ينبغ ويجب بعد كان لا نضع تو هذا خطأ نحن نعرف تو هي أن وأيضاً تو يجي معنا إلى إذا جاب بعدها إسم مثلاً نقول تو سكون إلى المدرسة نضع تو يعني إلى لكن إذا جاب بعدها فعل كما هذه الكلمة فعل عندها إذن تصبح معنى أن لكن بعد كان أول فعال أقفز ماذا يعني أقفز جام I can جام يمكنني أن أقفز مثلا هنا يحتار ما معنى مثلا خلاص لايك ممكن شخص يقول يا أستاذ نحن نعرف لايك يحب أيضاً لايك معنى مثلا أو يشبه I can جام لايك يعني يمكنني أن أقفز مثلا وما ننسى تو لا نستعلم نضعها هنا لأن هذا فعل ناقص إذن I can jump like لاحظ ضفداء هنا لم نحدد الضفداء هل هو ضفداء كبير صغير ضفداء أخضر أحمر أصفر لمحدد إذن نضع عدات التنكير A لاحظين كلمة ضفداء frog مثلا ضفداء إذا ردنا نقول مثلا الضفداء اللي يعرف أنا وأنت صار معرفة عند إذن نضع there إذا أصبحت الجملة I can jump like a frog لاحظ نسمي هذا the first one the first sentence الجملة الأولى the second sentence or the second one نسميها the third one this one the fourth one طبعا خذنا الأعداد الترتيبية فيديو اللي يحب يرجع لهم هناك حشرة علي يقول هناك خلص يعرف كلمة هناك there حشرة لم نحدد الحشرة كما قلنا إذا نضع a حشرة نعرفها bug أو كلمة insect إذا حشرة إذا وضعنا bug إذا نبدأ ب a إذا وضعنا insect حشرة يجب أن نضع an أخذنا فيديو سابق بالنسبة ل a و an an طبعا و an نفس الترجمة بمعنى واحد ونكره تأتي قبل الكلمات التي تبدأ بحرف صوتي عدنا حرف the o حرف the a حرف the i وال u وعدنا حرف the e there a bug هذا الجملة خطأ لماذا يرسل طب ونه الفعل لا يوجد فعل بالجملة عنده إذن يكون الفعل فعل كون تكلمنا في فيديو سابق there is there is a bug يعني يوجد حشرة هناك حشرة طبعا دائما نحفظ there is بعده يكون مفرد يعني يوجد شيء مفرد إذا كان عدنا جمع there are يكون عدنا إذن there is مفرد there are جمع there is a bug هناك حشرة علي على يعرف كلمة على on علي أنا إذن نرجع وين على الضمار بحالة المفعول به نعرف الضمار بحالة نعرف الضمار بحالة المفعول به I he she it we you they بحالة مفعول به me him her it us you them لا نستطيع نقول there is a bug on I هذا خطأ نستخدم هذه الضمار المجموعة هذه بحالة مفعول به هذه تأتي بعد الفعل وتأتي بعد حرف جر لاحظ on proposition حرف جر عند إذن نستخدم علي لنقول on I أقول on me وضع فلسطة بنقطة إذن on me علي أريد أن نقول عليه on him عليها on her لغير العاقل on it on us علينا on you عليك وعليك وهكذا on them عليهم الجملة الأخيرة دعنا نحاول ثانية يقول دعنا ما معنى دعنا دعنا يعني اتركنا اسمح لنا ائذن لنا إذن نفكر بهذه الطريقة بهذه الحالة لا يوجد فاعل مباشرة استخدم الفعل let دعنا لنقول let we هذا خطأ قلنا بعد الفعل نستخدم ضمير بحاتة مفعول به نقول let us دعنا let them دعهم let me دعني وهكذا إذن المجموع هذا كما قلنا بحالة مفعول به والأفضل دائما هو الضمير الوحيد اللي يختصر let's أعتقد بعض شاب الفعل هذا let's let's دعنا إذا إذا شفت مكان let's هذه ليست اس المفرد الغائب وليست اس الملكية هذه اختصار للضمير us إذن let us هي نختصر let's إذن دعنا let's إذن دعنا نحاول ما معنى يحاول إذن try let's try دعنا نحاول ثانية ثانية يعني مرة أخرى إذن again let's try again إذن دعنا نحاول ثانية يجب أن ننتبه دائما الجملة أبدأها بكبيتر حرف كبير ودائما الضمير i لا نكتب small letter مستحيل دائما حرف كبير داخل الكلمة يجي small letter عادي لكن كضمير i دائما أكتب حرف كبير البعض يقع مطب يكتب i بهذه الطريقة وهذا خطأ قواعدة وأيضا ننهى الجملة بphilosop بنقطة أصبحت الجمل i have to practice english every day i can jump like a frog there is a bug on me let's try again بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن تشكيل الجملة الإنجليزية وكيف وترجم أفكاري من اللغة العربية لللغة الإنجليزية هو ضمنيا يجب أن أفكر مباشرة بدون أنقل إلى اللغة العربية لكن فقط لكي تعرف كيف أترجم باللغة الإنجليزية أتمنى أن أقدمت شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لعائك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته